حول هذا الموضوع ينضم معنا أستاذ العلوم السياسية الدكتور أحسان الشمري أهلا بك دكتور أحسان من اليوم من هذا اليوم من هذه الساعة إلى يوم السادس من نيساني اللي هو آخر موعد لاختيار رئيس الجمهورية دستوريا إذا لم يقفز أحد على الدستور ما الذي يمكن أن يقدم من مقترحات لحل الإنسداد الحالي؟ شكرا لكم على الاستضافة يعني أنت وضعت السادس من أبريل كحد نهائي إذا ما تجاوزنا المدة الدستورية يعني وفق التوقيتات التي وضعتها النصوص الدستورية وأيضا قرار المحكمة الاتحادية الأخير سندخل الفراغ الدستوري وهنا يتطلب قرارا قطعيا من قبل المحكمة الاتحادية الكتل السياسية يعني على الأرجح أغلبها هنا تحدث لن تمضي نحو تقديم طلب لحل البرلمان وفق آلية حل البرلمان حتى لو تقدمت الكتلة الصدرية بتوجيه من السيد مقتدى الصدر فبتصوري لن يحصل على النصاب الكامل فيما يرتبط بحل البرلمان ومن ثم أتوقع أن تذهب بعض الأطراف السياسية نحو المحكمة الاتحادية هنا لا أتحدث عن الأحزاب هذه الأطراف قد تكون نخبة قد تكون منظمات مجتمع مدني خصوصا وأن هناك الآن من يعد مسودة لدفعها إلى المحكمة الاتحادية لغرض أبطال أي اختيار ما بعد السادس من أبريل ولذلك المحكمة الاتحادية ستكون ملزمة بالنظر في هذه اللائحة التي ستعاد بخلاف ذلك أتصور بأن القوى السياسية تدرك بأن الذهاب نحو الفراغ الدستوري الآن لا يمكن أن يقارن على أقل تقدير في العام 2018 حينما كان هناك خرقا دستوريا هنا تحدث عن خرق دستوري في عدم تحديد الكتلة الأكبر وغيرها وما ترتب عليها الآن هناك وضع مغاير ومن ثم أتصور بأنه خلال 72 ساعة القادمة يمكن أن تكون هناك مبادرة لتقريب وجهات النظر بخلاف ذلك أتصور بأن المحكمة الاتحادية قد تتسنم أو هي تصدر قرارا يكون باتا وملزما لكل القوى السياسية المبادرات السياسية من المبادرات يعتزم الإطار التنسيقي تقديم مبادرة لاسترضاء السيد الصالب ما الذي يمكن أن تتضمنه هذه المبادرة بالنظر إلى موقف الصدر المتشدد برفض التوافق يعني ابتداء الإطار التنسيقي الشيعي لا أتصور بأنه يرغب بالذهاب نحو حكومة بعيدا عن الصدر لأنه يدرك لها لن تستمر أكثر من ستة أشهر أو أقل من ذلك حتى البرلمان قد يذهب باتجاه حل نفسه والمشاهد كثيرة وحتى الأمثلة كثيرة حول هذا الموضوع لذلك هو يدفع بمبادرة لكن لن تتوافق وفيما يبدو بأن موقف السيد الصدر هو استباق لهذه المبادرة حينما أشار بأنه لن أتوافق معكم يعني وبالتالي لا يوجد هناك تحالف أي هناك رفض لهذه المبادرة أتصور بأن المبادرة الناجحة يجب أن تكون من خارج البيت الشيعي قد تكون هي الأكثر مقبولية على اعتبار أن الآن الصراع هو شيع شيعي حول يعني رسم الخارطة وهذا لا يعفي يعني من وجهة نظري لا يعفي الديمقراط الكردستاني والاتحاد الوطني من الانخراط من مبادرة لفك هذا الاختناق السياسي لذلك أتصور بأن مبادرة من خارج إطار الصندوق الشيعي قد تكون مقبولة بشكل أكبر لأن كل المؤشرات تدلل على أن سيد مقتدى الصدر لن يوافق على هذه المبادرة وأيضا الإطاريون لن يوافقوا على أي مبادرة يدفع بها السيد مقتدى الصدر لأن هناك اختلاف في النهج للخارطة السياسية القادمة